مجاهدين الحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد البحث في الشأن العراقية الدكتور أحمد الأبيان دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن في ظل نتائج الانتخابات هذه ما السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟ نعم مساء الخير لك يو جمهورك ورمضان كريم كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير السيناريو الأقرب الحقيقة السيناريو الأقرب هو أن يتحالف سائرون مع النصر وبالتالي يشكلوا ما بين قوسين بالكتلة الشيعية الأكبر لتذهب إلى الفضاء الوطني تلتحك مثلا مع الوطنية مع القرار العراقي ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا لا ممكن أن يحوزوا على 180 بس العقدة هنا العقدة كيف يتحالف سائرون مع النصر اشتراط أن يكون سيد العبادي في ولاية ثانية ليس سهلا أن يمرره السائرون فيه أكو فيه اعتراض على هذا المنح وفيه عدة شروط والتزامات مقدمة لسيد العبادي حتى يتحالف وهي قبل حتى الانتخابات ولذلك هناك عقدة السيناريو الآخر الذي ترغف فيه إيران وحلفاها أن يتحالف دولة القانون مع النصر مع الفتح ليشكلوا أكثر من 110 من المقاعد الشيعية في البرلمان بالتحاق الاتحاد الوطني الكردستاني اللي يمتلك 17 وبعض القوى الكردية الأخرى يضاف إلى قوة سنية معروفة يعني بعلاقتها بالسيد المالك سابقا هذا ممكن أن يحصل ولكن هذا بحل ذاته سوف يجر البلد مرة أخرى يعني لا تخندق طائفي وما شابه ذلك القضية نعم القضية بحاجة إلى بعض الوقت نعم دكتور بالإشارة إلى إيران مثل ما أشارت حضرتك التيارات أو الأحزاب المعلن ولاها إلى إيران لم تلقى قبولا كبيرا من قبل الشارع العراقي في هذه الانتخابات إلى أي حد هذا يشير إلى رفض الشارع العراقي لتغلغوا الإيران في الشأن العراقي خاصة ولاية الفقيه والله هذا مؤكد وإحنا كنا نتحدث به البعض كان ما يصدقنا كان يعتقد أن الشيعة بالذات في الجنوب يعني موالين لإيران هذا غير حقيقي الشيعة موالين لوطنهم وليسوا أعداء لإيران ولكن بنفس الحال السنة طبعا أتحدث أنا عن الجمهور وليس عن سنة السلطة ولا عن شيعة السلطة والحال الكرد أيضا الولاء الوطني موجود ولكن غاب في السنوات الماضية إيران تحديدا أعتبرت العراق ممر لمشروع في المنطقة وأصبح هذا معروف اليوم إيران خسرت كثيرا الحقيقة خسرت ود الجمهور العراقي بشكل عام وخسرت حلفاها في الانتخابات هذه اليوم نحن نتحدث عن تقريبا مئة نائب ممكن إذا نعدهم هم الكتل الفائزة التي عادها ارتباط بإيران أولا في حين هذا البرلمان الحالي كان أكثر من مئة نائب يعني ثلثة البرلمان كان بيد إيران إضافة للسلطة التنفيذية بأكثر من مرافقها عناصرها ومواليها موجودين الآن راح تتغير الخارطة بكل تأكد وهذه طبعا بالمناسبة تغيرت ليست محسوبة لكتلة أو حزب محدد تغيروها العراقيين الحقيقة بطريقين يعني بنقطتين المشاركة والمقاطعة يعني المشاركة غيرت والمقاطعة أيضا غيرت هذا بفعل العراقيين اللي ينم عن حضارتهم وعيهم وحبهم لبلدهم نعم طيب دكتور أحمد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وصف نتائج هذه الانتخابات بالوضع الجديد هل هذا مؤشر على فتح علاقات جديدة بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة؟ والله شوفي هو المشكلة مع الكرد تقع في إطارين الأولى محاولة الكرد الحقيقة أن يفرضوا كان واقعا سياسيا سابقا وكان لهم حق بيعتبرون أنه نفسهم شركاء في إنتاج هذا النظام السياسي في البلد ثم حصلت خلافات شخصية وأخرى على منافع ومصالح اليوم هي فرصة للكل اليوم أحزاب التقليدية تحديدا المجلس الأعلى الحزب الدعوة يبدو أنهم أصبحوا خارج السلطة يعني لهم ما لهم وجود سياسي أحيانا وحتى وجودهم ضعيف بالتالي على السيد العبادي هذه واحدة من الشروط إذا يريد أن يمر للمرحلة الماضية أن يتخلى عن حزبه وبالتالي يذهب مع سائرون ممكن أن يكون رئيس وزراء لكن السياسات السابقة التي لا بها شفافية والتي تجر البلد للأسف إلى هذه الاختناقات التي دفعنا ثمنها يجب أن تنتهي الدستور والقانون يحكم أعتقد الكرد جربوا أنه عندما ذهبوا إلى الاستفتاء دفعوا ثمن بالغ اليوم لكل خسران ما في واحد رابح الحقيقة والعراقين بالذات كشعب أن تحدث السياسيين استفادوا بالعكس منافع وأموال وإلى آخره لكن الشعب العراق يدفع الثمن عليهم أن يفكروا القادة السياسيين هي الفرصة الأخيرة وبالمناسبة لا يوجد وقت مفتوح هذه المرة هناك أسبوعين يجب أن تتفاهم القوى السياسية لإنتاج تحالف هو يكون فيما بعد تحالف حكومي إذا عدوا الأسبوعين الحقيقة أعتقد فيه إشكالية محددة شكرا جزيلا على هذه المشاركة من بغداد حدثنا البحث في الشأن العراقي الدكتور أحمد الأبيضة